سلام عليكم مبشر 24 أهلا بكم لا تهدأ الأوضاع في تركيا منذ زلزال الاثنين الأسود في السادس من فبراير الماضي حيث تعاني أنقرة من ألاف الهزات الأرضية المستمرة التي تسببت في حالة من الرعب والقلق ولكن يبدو أن كل ذلك لم يكن كافيا لتزيد المصائب التركية بفيضانات مدمرة تجتاح جنوب تركيا تسحب معها ما تبقى من بنية تحتية وتطيح بكل شيء كشفت السلطات التركية اليوم الأربعاء عن رحيل وفقدان عدد من الأشخاص في مدينتي أديامان وشانلي أورفا إسرى فيضانات قوية تضرب جنوب البلاد ووصل عدد ضحايا الفيضانات حتى الآن 13 ضحية بالإضافة إلى عدد كبير من المفقودين من من سحبتهم مياه الفيضانات وأشارت روسيا اليوم إلى أن الأرقام غير نهائية للضحايا ومرشحة للارتفاع لأن الفيضانات تضرب خمسة ولايات منها أديامان وغازي عنتاب وكليس ومردين وكهرمان مرعش ومن جانبها حذرت السلطات التركية من اجتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة ويظهر في مشاهد الفيديو سقوط أمطار غزيرة وفيضانات التي تشتاح محافظة شانلي أورفا التركية ويظهر فيديو آخر حجم الكارثة إذ دخلت المياه إلى الشوارع باندفاع كبير وصحبت مياه الفيضانات حددا كبيرا من السيارات بداخلها أشخاص حيث بلغ ارتفاعها حوالي مترا وتعد تركيا من أكثر الدول التي تمتلك أنهارا إذ يوجد بها 24 نهرا وجدولا مائيا أطولها داخل تركيا هو نهر كيزل أرماك ونهر الفرات هو الأطول بشكل عام وقال وزير داخلية التركي سليمان سويلو أن فرق الإنقاذ المنتشرة في المنطقة تبحث عن خمسة أشخاص آخرين تم الإبلاغ عن فقدانهم في ثلاثة مواقع ووفقا لريترز فقد نقلت مياه الفيضانات أيضا السيارات والحطامة مما أدى إلى غمر الطوابق الأرضية لبعض المباني في حين تم تحويل بعض الطرق إلى قنوات وقال المسؤولون أن الأشخاص الذين لقوا حتفهم في أديامان كانوا من النجين من الزلزال وذكروا أن الضحايا غرقوا بعد أن بدأ منسوب المياه في الارتفاع مما أدى إلى جرف مأوى كانوا يعيشون فيه بعد زلزال الذي دمر منازلهم كل ذلك يأتي بعد زلزلين مدمرين ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي أسفر عن آلاف الضحايا وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية وتابعهما آلاف الهزات حيث تواصلت الهزات الأرضية في جميع أنحاء تركيا والتي وصل عددها بالآلاف في أقل من شهر ونصف الشهر فقط في أعقاب الزلزال المدمر الذي درب جنوب تركيا وشمال غرب السوريا وخلف عشرات الآلاف من الضحايا وخسائر بالمليارات وتسببت الخسائر الناتجة عن الزلزالين الرئيسيين في رحيل نحو خمسين ألف بتركيا وتم تسجيل انهيار أو تضرر نحو مائة وثلاثة وسبعين ألف مبنى بالإضافة إلى أنه تضرر نحو عشرين مليون شخص في تركيا كل ذلك يحدث في تركيا في غضون أقل من ستين يوما فقط شرد ورحل الألاف وتضرر الملايين من الزلازل ثم تبعته الفيضانات لتعيش تركيا أسوأ أيامها نهاية المباشر سلم الله الجميع في أمان الله ترجمة نانسي قنقر